بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى اه انا فرحان ان انا نرجعنا البعض تاني بعد رمضان بعد اجازة العيد ورجعين كلنا سعادة وهنى وفرح ربنا يديم لقاءنا ونفضل مع بعض على مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الخير واهم حاجة ان احنا نجتمع على السعادة وعشان تاني عشان كده هنتكلم النهاردة عن اصحاب السعادة خلاص احنا يوم الثبت عندنا بنتكلم عن اصحاب السعادة اللي هم في الحقيقة محتاجين مننا طول الوقت ان احنا ندعمهم وهفكركم ان احنا كنا مع بعض بنتكلم عن الاهتمام الزواجي وانا وصل لردود افعالك الناس كتيرة بتقول ان كويس ان انت تكلمت عن الاهتمام الزواجي لان الاهتمام الزواجي شوية محتاجين ان احنا ندعمه وعشان كده بنحط مهارات من مهارات الاهتمام الزواجي وخاصة هذا الاهتمام في الحقيقة ان انسان ما بنزلش مولود به لكن محتاجين ان احنا نتدرب فيه وعشان كده خلينا في بنامجنا ده ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل عملية تدريب وتمهير للزوجين سواء كانوا مقبلين على الزواج او كانوا ازواج ومحتاجين هذا الدعم عشان يصبحوا من اصحاب السعادة النهاردة عن نكمل الكلام عن الاهتمام الزواجي ونقول ان من اهم فنون الاهتمام الزواجي فن يبدو شوية عند بعض الناس فن هيبقى غريب شوية اللي هو فن ايه؟ فن الغيرة ايوة زي ما انت سمعت كده فن الغيرة فن الغيرة ده فن بيحتاج الى مهارة كبيرة وبيحتاج الى حساسية يعني بيحتاج الى مهارة مش بيحتاج الى حساسية ان الواحد يبقى حساس الغيرة يا سيدي ليس بالضرورة ان هي تكون من الجنس الاخر يبقى الراجل بيغير من الرجالة على زوجته لا الغيرة ممكن تكون كمان في نفس الشعور من نفس الجنس لان الغيرة حقيقتها لو حبينا نحددها يعني الغيرة غير الشك الغيرة ده شعور ده الزوج او الزوجة بالضيق او القلق من مشاركة الاخرين له في شريك حياته يعني ده اوي 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 وعشان كده كلمة مشاركة الاخرين له مهم جدا 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 لان الزوج مثلا غالب بيغير من القوم بالزوجة وحماته واختها وصدقتها لما يعودوا مع بعض كتير ممكن يحصل ده ويبقى تسمى غيرة اه طبعا وانت بتقول له ايه ويقول له على فكرة انت بتغير من ممتي وانت بتغير من اختي انت بتغير من صديقاتي اه بيغير من نوم عارفينه بيغير من نوم يعني ايه يعني هما بياخدوا وقت من وقته هو حاسس ان هو لازم يبقى هو اكتر وقته ويبتعيشوا معاه والزوجة ممكن كمان تغير من ابوه ومن اخوه ومن اصحابه انت كمان ممكن تغير من الشغل الشغل نفسه ممكن تغير منه ليه طيب لان الشغل ده بقى عندها ايه بقى عنده اولوية فالغيرة عندهم من كل شيء بيجعلوا في الأولوية رقم اتنين لازم كل واحد من الزوجين بيحس ان هو حقه ان هو يبقى الأولوية الأولى في حيات شريك حياته يبقى إيه اللي حاصل بس برضو ده ما يمنعش ان الزوج يغير قوي 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 من أي راجل ممكن يغير من أي راجل ممكن يكون بطل لزوجته من قريب أو من بعيد يغير من أبوها ومن أخوها حتى من قريبها وخاصة من خطبها القديم اللي هو الأكس بتاعها يغير قوي ده فلما تيجي سرته يا سلام دنيا تشتعل وهو نفس الكلام برضو هي عتغير برضو من أي أنسة حتى ولو أمه تحس بسببها انها تحس انها مش برأة كاملة في عين زوجها يبقى الغيرة دي حاجة مهمة جدا لازم نلتفت إليها ولازم ندرها بفن وليزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغيرة ويتكلم على أتعجبون من غيرة سعة فالغيرة دي حاجة مش قبيحة بالعكس الغيرة لها وظائف ومن أهم وظائف الغيرة الاحساس باهتمام من أهم وظائف الغيرة ان الانسان يحس ان هو الشخص ده بيخاف عليه بيأمنه وعشان كده عدم إتقان فن الغيرة يخلي الزوجة أو الزوجة يحسوا بواحد من أمرين الأمر الأولاني ان شريك حياته بيشك فيه إذا الغيرة زادت عن حدها إيه ده؟ يعني الغيرة المتزنة أو فن الغيرة بيعلمك ان الغيرة تكون في حجمها الطبيعي لأنها لو زادت شريك الحياة يحس ان انت بتشك فيه الشعور الثاني اللي ممكن يحصل ان شريك الحياة مش شايفني أو أنا مفرقش معاه لما الغيرة تقل هو ما بيغيرش عليها ستات كتيرة تيجي تشتكيلي ان الزوج اللي هو فقد فن الغيرة ده بتقوله ده ما بفرقش عليها بتحس ان هي مش امرأة وسعاد عدم الغيرة بتخلي الزوجة تشك ان الزوج اللي ما بيغيرش عليها ده للي علاقة بستات ليه ما لو هو أنا في حياته عيغير عليه يبقى عدم الغيرة له معنى عند الزوجة بيختلف عن معنىها عند الزوج فعند الزوجة عدم موجود فن الغيرة يعني ان هي بالنسبة لزوجها لا شي وساعات يفقد الزوج معنى كبير وجزء كبير من معنى الرجولة في عين زوجته عشان كده ساعات تعمله اختبارات غيرة تروح عاملة حاجة عشان يتحس هو بيغير عليه ولا لا ويبقى ده امر مهم شوف السيدة اسماء كان بتعمل ايه سيدة اسماء كان بتراعي ان سيدنا الزبير بن عام كان شديد الغيرة في ايه اللي يحصل فييجي الراجل يقول له انا عايزة بيع عند السورة حديقة قلت له لا حتى تأتي وتطلب مني ان تبيع عند السورة حديقتي امام الزبير فيروح يكلمها عند الزبير فتيجي تقول له ايه ايه عارف ان سيدنا الزبير بن عام بيغير عليها رضي الله عنهما فتقول له ايه اه لم تجد غير حديقتي اللي تبيع عندها فهي خلاص عارف ان ايه ما قدر غيرته فيقول له خلاص ده ايه اسماء يا بيع اه فاشوف هي فهمة وعدم غيرة الزوجة على الزوج بتحسسه انه فقط جاذبيته واصبح حاجة مضمونة وبيكون خطر جدا 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 ان الزوج يختبر غيرة زوجته اوعى انا بقول لرجالة اوعى تختبر غيرة زوجتك لان انت لما تختبر غيرة زوجتك انت متعرفش ده هيفصل ازاي وما يقولش الزوجة انا واثق في زوجتي وعشان كده ما بغيرش عليها لان غيرة مش مقابلة الشك على فكرة هي هتفهم حاجة واحدة بس ان انت لو مغيرتش عليها انك اذا ما انت مغيرتش عليها ان غيرتك العاقلة عليها بتعتبرها نوع من انواع الحماية فانت لو مغيرتش عليها ايه اللي حاصل هي هتعتبر ان هي ولا شيء عندك وعشان كده سيدنا سعد بن عبادل قال لو رأيت رجلا مع امرأتي اللي ضربته بالسيف غيره وصف عنه يعني مش اتجاوز عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد فوالله لانا اغير منه هي حضرت النبي بغير يا نارا بيض دي بقى دي كأنها سنة ان الرجل يغير غيره راشدة وغيره راشيدة على زكته ده سنة والله اغير مني وكمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يغار وعشان كده ان الله سبحانه وتعالى ايه يغار وغيرته سبحانه وتعالى ان يأتي المرء ما حرم الله عليه فربنا سبحانه وتحرم حرم ده ولذلك كل اللي ورد بقى عن مسألة الغيرة من السنة واضح فيها طب نعمل ايه بقى عشان يبقى عندنا غيرة راشيدة يعني احنا نعمل ايه ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان يبقى عندنا غيرة راشيدة غيرة راشيدة يعني ايه غيرة تحسس الزوجة بان هي ايه اللي حاصل بان هي امرأة كاملة ومهمة وان هي محل قلبك وان هي لسه انسة في عينك وغيرة راشيدة من الزوجة على الزوجة تحسسه بانه ايه بانه ما زال ليه جاذبيته وما زال هو عندها مش مضمون يعني ايه مش مضمون يعني انه خلاص بقى حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في البيت الحاجات دي مهمة جدا 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 وازالك انا سميت الغيرة ايه هنا فن الغيرة ما سميتوش ايه الغيرة مطلقا اول حاجة عشان تكون انت فنان وتكون صاحب فن الغيرة اول حاجة لازم تمارس سلوكيات الثقة بالزوج والزوجة دايما ان انت في المواقف تفهمها وخاصة المواقف اللي بيكون فيها تعامل مع الجنس الاخر تفهمه بشكل يعبر عن ثقتك فيه لكن لو كل شوية في المواقف دي بتفهمه وبتشك فيه هو هيحس ان انت دي مش غيرة هيحس انه يشك الحاجة التانية ان انت محتاج السلوك التاني بس السلوك الاولاني تبين ثقتك فيه شريك الحياة يفي يقول لي ايه علاقة دا بالغيرة اه علاقة دا بالغيرة مهمة جدا ان انت غيرتك مش شك اه انت حضرتك كده في الإطار المزبوط تاني حاجة لازم شريك الحياة طول الوقت وبشكل مستمر يبين ان شريك حياته الزوج او الزوجة اولوية عنده وده بيبين اوي اوي في وقت المقارنة من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة يا سلام يا فالانسان هنا ايه اللي حصل لما يجي تصرف بقى ويغير عليها اه دا بيغير عليها عشان بيحبني ويستحسن التعبير بدا ان هي لما يجي وقت المقارنة يقول لها لا انت خارج المقارنة وازايك رسول الله سام جعل السيدة عائشة خارج المقارنة دا يخلي الغيرة دايما توصل عند الناس بشكل الغيرة الرشيدة هندلوقتي بنجيب بنقرأ رسولة رسول الله ازاي خلانا نفهم الغيرة الرشيدة الحاجة التالتة الحضور الرشيد من شريك الحياة والمليء بالاهتمام في اللقاءات الجماعية يعني ايه تبقى حاضر مركز منتبه وده يظهر في ايه في مدح الزوج والزوجة بشكل معلن في اللقاءات الجماعية اللي فيها الجنس الاخر اللي فيها ستات فتمدح زوجتك قدام ستات العيلة او اصدقائها وتمدح زوج امام الاصدقاء وامام الرجال الاخرين فإن اللي يحصل فيبقى الكلام محطوط في نصابه الحاجة الرابعة صياغت لما انا بقى يبقى عندي ملحوظة على سلوكيات في التعامل مع الجنس الاخر لازم اصغها باعتبار ان الزوجة انا عارف دماغ مراتي تنرمق دماغ الستات فلما يجي يقول لها لما يجي يصيغ الكلام ده هي تقول له تقول له ملحوظة انا مش عايزك تتعامل بالطريقة الفلانية مع فلانا او مع كذا ليه اصلا عارفة دماغ الستات اه فهي بتتكلم عن معرفتها وعن فهمها ما بتتكلمش عن سلوكه هو السيء فلابد ان تصاغل غيرة فيها هذا الشكل انا عارفة دماغ الستات بس الرجل ما يقولش كده للست لان هو لو قال كده للست هيعتبر وبيشكوا فيها لما يقولها انا عارف دماغ الرجال فهيعترد عليه تقوله ايه طب انت عارف دماغ الرجال لكن انت لازم تسق في مراتك لكن هي لما تقوله انا عارف دماغ الستات هو بيظل عنده الاحساس بهذه الجاذبية فتنبهه الى شيء ينبهه وعشان كده اما بقى معنى ده عند الراجل بيبقى حاجة مهمة اوي اوي ايه المعنى ده المعنى ده انه هو تقوله كده هو يقول لها انا عارف ان انا محتاج بس اسعدك لان المتعارف عليه عند الناس غالبا ان السلوك ده مش بيبقى مناسب اه فيكلمه عن الاعراف ما يكلمهاش على ايه ما يكلمهاش على عليها ولا انه هو عارف دماغ الرجال لان هي ساعتها ترد عليه تقوله ايه ما انا واسقف نفسه واسقف اخلاقي الحاجة الخامسة يتجنب الزوج والزوجة ذكر ملاحظات الغيرة في لحظتها بشكل عنيف يعني لما شافها كده بتتكلم مع خطيبها الماضي على طول ما اعملش ملاحظة الغيرة في اللحظة دي وبشكل عنيف ويقول ده وانا ببين لها ان انا بغير عليها لان ساعتها الحقيقة يعني مش تفهم ده كده ولكن يتخلص الزوج من الموقف او الزوج من الموقف ده بتصرف رشيد انا عايز اكلمك على جنب فيروح هو اخذ على جنب كده ومكلمه في اي حاجة يتخلص من الموقف للغيرة ده حتى لا تحول الموقف لشجار شجار ايه انت بتشك فيه السلوك الاخير بقى في حالة الغيرة لازم يبقى في ايه فيه ان احنا نقضي مدة مع شركة الحياة مدة طويلة مع الأقارب والأصدقاء يعبر الزوج ويكوزلك الزوجة عن احتياجهم لقضاء مزيد من الوقت يعني مثلا هي بتقدي وقت طويل قوي في التليفونات مع مامتها ومع أختها ومع أقاربها وهو بيقضي فترة طويلة في القهوة في ايه اللي حاصل هي غيرانة وهو غيران فيقول لهم ايه ما يتكلمش بقى على ان هي غلطانة ان في حد أولوية عندها لكن يقول لها ايه انا محتاج مزيد من الوقت ان انا نعود مع بعض محتاجين نرتب بعض الحاجات ويبقى عنده فعلا بعض الحاجات اللي هو حدثها موضوعات لما يعودوا مع بعض يكلموا بعض وانه يحتاج للوقت ده ويجريت يكون التعبير ده انا في المرحلة دي محتاج الجنبي او انا في المرحلة دي محتاج الجنبي كده الغيرة تبقى فيها فن وكده نقدر نعبر بشكل صحيح عن الغيرة والغيرة دي ما تتحولش الى نار لكن تتحول الى احترام واهتمام وتقدير وجمال وتخلي البيت مش مليان زي ما بيقولوا فلفل وشطة لكن يبقى مليان احساس باني معاها انثى كاملة وهي معاها رجل مازال حتى الان ببريقه من ساعة الجواز وان هو بطل حقيقي لها هو ده اللي احنا عايزين نوصل به من الغيرة لان الرسول اللي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الغيرة الرشيدة شيء حميد وليش شيئا زميما ارحمونا من ان تيجي الستات تقول ان جوزها ما بقى شي غير عليها وارحمونا من سوق الغيرة اللي بتغيرها الستات وخلينا عندنا فن في الغيرة وكويس جدا ان احنا نقول الكلام ده اللي مقابلنا على الزواج كمان يسمعوه كمان المتزوجين عشان دي مهارة مهمة جدا وهي مهارة فن الغيرة اللي مهارة مهمة جدا